مجزة ثالثة عصرا من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء قام الرئيس عبدالفتح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكليل الظهور على النصب التفكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه رئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع أكليل من الظهور وقراءة الفاتحة ترحوما على روحه الطاهرة وقدم الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار الرجال الدولة تقدمت السيدة انتصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وعبر حسابها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعت السيدة انتصار السيسي الله عز وجل في هذه المناسبة أن يديم روح المحبة والمواطنة بين جموع الشعب المصري وأن يعمى الخير والسلام وطننا الغالية مصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثمارتهم جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء بحضور وزيري السياحة والإسكان لاستعراض عدد من المشروعات السياحية المقترحة من إحدى المجموعات الاستثمارية ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بسرعة دراسة المشروعات المقترحة ووضع تصور لكيفية دعمها بالشكل الذي يضمن سرعة تنفيذها وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية تمونية بمضبطات نحو 64 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن سلع غذائية كما تم ضبط 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 5 أطنون دقيق مدعم وسكر تموينية كذلك تم ضبط 317 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات قدمنا لحضرتكم موجز الأنباء شكرا لكم وإلى لقاء